كان السكان في الماضي يتزايدون ببطء شديد لعدة أسباب منها كثرة الأمراض وانتشار الأوبئة وفي المئة سنة الأخيرة بعد التقدم الصحي والاقتصادي شهد العالم زيادة سكانية هائلة ومستمرة تختلف من مكان لآخر ترجع هذه الزيادة وكذا الاختلاف في أعداد السكان لعملين رئيسيين هما أولاً الزيادة الطبيعية مواليد ووفيات الزيادة الطبيعية هي الفرق بين معدل المواليد والوفايات خلال سنة أو مدة زمنية معينة ويقصد بالمواليد عدد المواليد الأحياء المسجلين وذلك في سنة محددة في منطقة معينة أما الوفايات فيقصد بها عدد الوفايات المسجل في سنة محددة في منطقة معينة تحدث الزيادة الطبيعية لسكان العالم بزيادة عدد المواليد على عدد الوفايات وعندما يحدث العكس يتعرض العالم إلى نقص في عدد سكانه يلاحظ أن هذه الزيادة لسكان العالم تسهم فيها الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة نتيجة لكثرة المواليد وقلة الوفايات التي أصبحت قريبة من مستوى الوفايات في الدول المتقدمة وخصوصاً بعد تحسن المستوى الصحي لدى الدول النامية وفي المقابل فإن استمرار زيادة المواليد بشكل كبير وسريع أدى إلى كثافة سكانية عالية في الدول النامية ترجمة نانسي قنقر